اهلا بكم في اخر فقرات البرنامج الفترة المحببة ريمون تادا الحقيقة الاسبوع اللي فات تم تناول اعلامي قضية تم زج اسم النادي الاهلي فيها برغم ان ما فيش اي تصريحات رسمية صدرت من النادي الاهلي او احد مسئوليه ازمة فكرة تناول اعلام فكرة كهرباء وقيد لاعب او التعاقد مع لاعب وقيم مبادئ النادي الاهلي بالتعاقد مع لاعب موضوع فيه اثار كثير من الضجة وتم تناوله اعلامي بشكل احنا شفنا ان لازم نرد عليه من خلال النادي الاهلي ولا انت ايرا كفارس طبعا احمد خصوصا ان احنا فعلا مش طرف اي ازمة حتى فكرة النايل من لجنة التعاقدات مبارح لما تسألت سؤال فقالت الى الان ما فيش تعاقد فلما يبقى فيه تعاقد حنا تفاوض مع النادي البرتغالي في حالة الرغبة فهنا طبعا ده تصريح محترف ما ينفعش يتقال غيره ففكرة لا ازاي احنا بنتهاجم على ده ازاي بيتم السباب والشتائم لنا لمجرد ان الناس تعاملت بشكل طبيعي فاحنا احمنا في ازمة كهرباء اتخذنا من منطقين يعني المنطق الاول بدأوا يرواجوا لفكرة ان اي لعب زمالكاوي بيروح النادي الاهلي وبينتقل النادي الاهلي بيفشل والمنطق التاني مقارنات بين موقف النادي الاهلي من لعبين زي عبدالله سعيد وكهرباء انا استعرض المواقف دي بس احنا بنوضح للناس التناول هيتم ازاي خلال فكرة هنبدأ بفكرة ان كهرباء لو خدته وده شيء احنا هنا مش طرف فيه خالص فكرة كهرباء عن طاقة الاولاء ده في النادي الاهلي ادارته ولجنة التعقدات مسؤولة عنه ولكن فكرة هنا جملة ما ينفعش تعدي مرور الكرام اذا كنت بتتعاقد مع لعب لعب سابقا لنادي الزمالك فمحكوم عليه بالفشل نشوف الفيديو انا تاريخيا من وجهة نظري انا المتواضعة تاريخيا ان في حالة كهرباء لما اتقرر هذا الامر بالنسبة اللعيبة ثابت الزمالك وراحة الاهلي او ثابت اندية وحربت على ناط روح اندية اخرى يمكن تاريخيا انا ما شفتش تجالب نجحة بشكل كبير وجهة نظري بنسبة 90% يعني ممكن اقول 10% اللي نجحت التجربة و90% ما نجحتش التجربة انا بحب قوي موضوع تاريخيا لما ايه استاذ احمد جمالي يتكى عليه تاريخيا طيب تعال نشوف تاريخيا برضو زي ما انت بتقول لعبين انتقلوا من نادي الزمالك للنادي الاهلي في الفترة اللي لعبوها في النادي الاهلي لا تقارن بفترتهم في نادي الزمالك على مستوى الفترة الزمنية حققوا سيفي اضعاف اضعاف سيفي بتاعهم مع نادي الزمالك على سبيل المثال على سبيل المثال طبعا وجبنا اللهم في الفترة الاخيرة اعتقد الصورة خير ودليل زي ما انتوا شايفين استعرد فارس لعب زي ما اتزئينه من 2007-2012 حقق 8 بطولات 4 دوري 2 سوبر دولي ابطال افريقيا سوبر افريقيا صابري رحيل حقق 10 بطولات 5 دوري مصري 3 سوبر مصري كونفيدرالية كأس مصري طارق السعيد اللي توج مع النادي الاهلي بشرف انه هو لاعب في كاس العالم للاندية 2 دوري مصري 2 سوبر مصري دوري ابطال افريقيا كأس مصري اسلام الشاطر من 2004-2008 4 دوري مصري 4 سوبر مصري 2 كاس مصري 3 دوري ابطال 2 سوبر افريقيا رضا عبدالعال 5 دوري مصري 3 بطولات عربية 2 كاس مصري لان الفترة اللي انضم فيها كابتن رضا عبدالعال كنا طبعا متوقفين عن المشاركة في بطولات الافريقية بس قبل مؤمن زكريا انا عايز برضو السنائية اللي كانت مع طارق السعيد والكابتن محمد صديق اللي مره على النادي الاهلي موسم لعب فيه كاس العالم الاندية في الوقت اللي ما فيش نادي في مصر اخر اشترك ولو بمباراة واحدة في البطولة دي زي ما قلنا على كابتن طارق السعيد بالزبط خد اربع بطولات بطولة دوري بطولة كاس مصر بطولة سوبر مصري بطولة دوري ابطال يعني اي لعب بيمر على النادي الاهلي لمدة موسم بياخد اربع او خمس بطولات لكن نيجي بقى للكابتن مؤمن زكريا ويريد بقى الكابتن مؤمن زكريا لنقص طارق بطولات اربعة دوري مصري تلاتة كاس مصري تلاتة سوبر مصري اربعين هدف وخمس اهدف في الزمالك لان كابتن مؤمن زكريا الوضع بالنسبة له مختلف الى حد ما عن بعض اللعبين لان بعض الاعلام الزمالك ممكن يقولك طب ما ايه المشكلة في البطولات احنا بنتكلم عن مدى التأثير الايجابي للعب اعتقد ما فيش تأثير ايجابي في الفترة الاخيرة زي الكابتن مؤمن زكريا اللي حقق خمس اهدف فعشر مشاركات قدام نادي الزمالك منهم فوز في الدوري اتنين سفر بصناقية للكابتن مؤمن زكريا وتأكيد فوز في السوبر المصري السعودي المقام في الامارات كان مسبب عقدة للبعض اعتقد غياء طبعا طبعا عقدة وكان بيتم الاشارة لبعض مؤمن زكريا اصبحو انا اي حد اشوفه في تشكين الاهلي مقلقش منه قد مؤمن زكريا لا بس مش عايزين ننسى بداية الكلام في الفقرة كان لفظ تاريخيا اعتقد ده تاريخيا ده ده اخر ربع قرن اه اخر ربع قرن احنا حاولنا نأكد برضو ان ده مش على سبيل الحصر لان لو هنتكلم تاريخيا بجد ممكن نقض لبكرة نقول اللعيبة اللي حققت بطولات مع النادي الأهلي بمقارنة بالزمالك نفسه بكل لعيبته في نفس الفترات يا عمد زي ما كنا مرؤون بالضبط لان حقق قوي يعني اللعيبة دي بعد ما انتقلت للنادي الأهلي سواء طرق السعيد او معتز اينو او محمد صديق العدل بصبات اللي حصلوا فيه ده اقرانهم في نادي الزمالك مش اقول اقرانهم نادي الزمالك نفسه في التوقيت اللي اللعيبة دي كان بتلع فيه في النادي الأهلي ما قدرش تحصل بغير على بطولة كاس مصر 2008 وطبعا عارفين المواضيع دي لكن اذا كان استاذ احمد جمال بيكلم عن فكرة تاريخيا واعتقد تاريخيا الرد كان واضح وبالارقام الكابتن خالد الغندور كان بيروح لفكرة تانية تماما ودايما الكابتن خالد الغندور بيفكر خارج الصندوق طبعا غير صندوق لجنة اللجنة السابقات اللي حدنا منه وبيتكلم في فكرة النادي الأهلي القيم والمبادئ ازاي يفكر نوعية عاقد مع قهرباء او انتوا ناسين انتوا قلتوا على عبدالله السعيد مبدئيا ما فيش وجه مقارنة ابدا بين موقف وبالمناسبة احنا بنتكلم على موقف افتراضي النادي الأهلي ما فيش اي حاجة حاليا وتربطه بكهرباء احنا بنتكلم على موقف حضراتكم اللي افتراضته حضراتكم اللي اعلنتوا عنه حضراتكم اللي ادخلتوا النادي الأهلي في الموضوع فعشان كده احنا بنرد عن ما هو افتراضي لكن لو هو اتحقق على الارض الواقع يبقى ردنا زي ما قولنا يا فارس مسجل وموقفنا مسجل لو تم التعاقد مع اللاعب ولو دي مش لو اللي بتفتح عمل الشيطان الحقيقة الموقف مختلف تماما ومن حقك كجمهور نادي الزمالك او جمهور لأي نادي اخر اعتقد يا فارس من حقه انه يقول على اي لعب كما يشاء لي طالما اللاعب ده فضل انه ما يكملش مسيرته في النادي ده ومعدين احنا قولنا حاجة مهمة يا احمد ما ينفعش تدل الموقف النادي الأهلي في موقفه مع عبدالله السعيد الى الان في ناس مش شايفة ولا فهمة فلسفته النادي الأهلي ما كانش فكرة استمرار اللاعب من عدمه هي الاساس بدليل ان اللاعب بعد موقع النادي الأهلي سابه يا جماعة الاساس في الموقف ده ان يتم التلاعب بالنادي الأهلي ويقعد اللاعب مع كابتن عبدالعز عبشافي ويسأله بشكل واضح وهو موجود كابتن عبدالعز عبشافي ويشهدته موجودة انت وقعت في حتة تانية ويتقلق ويتم عمل سيناريو عشان تبقى فكرته النادي الأهلي اضحك عليه لا انا افسدت لك السيناريو ده متعمد وبخطة في منتهى الزكاء اما اللاعب نفسه بعد ما عمل كل ده انا قلت له انت مش هينفع تكون جزء من المنظومة لانك ما كنتش امين في طرح وجهة نظرك او طرح الموقف ده مختلف تماما عن اللاعب انت شايفه هرب من نديك او انت واخد اتجاهه موقف وما عندكش مانع او فيه تلمحات انه هو ممكن يرجعلك تاني ده شأن يخصك احنا ملناش دعوة ومشطرف فيه ولكن شتان بين الموقفين بالتأكيد وهبنا فعلا نأكد على موقف عبدالله السعيد للي مش وصله لسه الموقف النادي الأهلي بيحافظ على حقوقه والنادي الأهلي مش بيسمح لأي لعب يتلعب به فبالتالي وده اللي كان حاصل انا اسف في مصطلح التلعب لكن ده اللي كان حاصل بالفعل من عبدالله السعيد ليظل النادي الأهلي في مواجهاته مع نادي الزمالك في انتقالات اللاعبين بينتقل من النادي الأهلي للنادي الزمالك اللعيب اللي يستغنى عنه النادي الأهلي أما النادي الأهلي بيتعاقد مع اللعيبة اللي بيشوف أنه محتاجهم في الوقت اللي بيكون الزمالك محتاجهم وهنا استعرض كمان أن النادي الأهلي ما كانش بيعرض مغريات أو مبالغ مليئ أعلى زي ما قلنا قبل كده واجبنا طريق السيد اللي قالك كانوا هيدوني مبلغ زي اللي أنا بأخذه طبعا إيه روح والكلام ده كله لكن حابنا نوضح نقطة مهمة تانية في موضوع قضية القيم والمبادئ اللي هي فكرة أن النادي الأهلي بجاهته بمسؤولينه بأي مسؤول إعلامي لم يتعرض إطلاقا في أزمة عبدالله سعيد لنادي الزمالك يعني منح الحق تماما لنادي الزمالك أنه يقوص فوفه أنت قوص فوفك بالطريقة اللي تتماشى مع اللوائح والقوانين والأزمة كانت لوائح والقوانين ما كانتش غير كده مع نادي الزمالك النادي الأهلي وجماهيره لم يتطرقوا مثلا للنادي النجم الساحلي لأنه تعاقد مع كل بالي أنا أزمتي مع اللاعب أنا موقفي مع اللاعب ما ليش علاقة بالنادي اللي هي تعاقد مع اللاعب على عكس ما أنت بتفعل وبتعمل أزمة مع النادي الأهلي في الوقت اللي المفروض تكون أزمتك فيه جماهريا وإعلاميا وكمان على مستوى مجرد الزرق مع اللاعب وشأن قانوني يتم أغز مجراء ونشوف العقد سليم العقد مسليم العقد توسق صح العقد توسق غلط ده مش موضوعنا ده المفروض يكون موقفك لكن موقف النادي الأهلي مفيش موقف للنادي الأهلي ضد أي نادي تقاقد مع أي لعب بدليل عيسام الحضر لما جال إسماعيلي النادي الأهلي ما كانش له موقف لما بعد الإسماعيلي راهز زمالك النادي الأهلي برضو ملوش موقف اللاعبة دي الموقفة بتكون مع النادي الأهلي وجماهيره اللي بتتحد على الموقف أي لعب حتى لو ندم ورجع بكى قدام التلفزيونات ورجع قال أنا اسمحولي وأنا آسف والكلام ده كله بيكون موقف واحد وصريح وأعتقد إدارة وجمهور كمان بالضبط إدارة وجمهور وأعتقد موقف عصام الحضري كان واضح جدا في فكرة جميل رد جميل النادي الأهل عليه اللي رفضت تماما عوض حصام الحضري في عز احتياجنا لي زي ما كنا في عز احتياجنا لكلبالي برضو موقفنا كان واضح وسليم وبعدين يا أحمد زي ما احنا بنقول ان احنا بندفع دفعا إلى الرد انت شوية بتتكلم في أحداث تاريخية وشوية بتنال من مبادئ النادي الأهلي تهاجم مبادئ النادي الأهلي أو تاريخه لا لازم نرده لازم نوضح ومنسيبش مغلطات عشان الناس البسيطة اللي مفيش متابعة للسوشيال ميديا أو ما عندهاش الكواليس كاملة لازم تعرف ان اللي بيتقال ده غلط درجة انت أفقدت نفسك المصداقية حد من الجمهور بيتكلم معايا بيقول لي كابتن خالد الغندور قال ان فيه خطاب جامل للتعاد الأفريقي بيثبت ان الزمالك كانت المباراة تلعب في برج العرب قلت له ده حقيقي فرد يا احمد كان بيقول لي لا انت متأكد ان الخطاب ده حقيقي قلت له ايو والله حقيقي كابتن خالد كلامه صح فاحنا وصلنا لدرجة ان انت أفقدت نفسك المصداقية من كتر الادعاية والمغلطات اللي احنا بنقولها انت أفقدت نفسك المصداقية في نقطة كمان النقطة اللي المهمة في الموضوع هي نقطة اللوايح ما هو ده اللي احنا هنروح له عشان نأكد على مصداقيته لان الكابتن خالد دايما كان بيستغرب اللوايح دي اش معنا بس بتتطبق على الزمالك وعشان بنتكلم عن اللوايح كابتن خالد الغندور تساءل تساؤل برضو فيه مغلطة قال هو فيه نادي في العالم او في مصر اخطر النادي الاخر ان اللاعب اللي انتهى مدة التعاقد معاه ان انا هتفوض معاه طيب نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب بوس ما فيش ما فيش نادي فيك يا مصر لعيب انتهى تعاقده ووضف نادي تاني وبلغ الاوليني ما فيش خالص احنا دايما بنبقى بنروح لعواطفنا واخواءنا وانتماءتنا طيب هنا بشكل واضح كابتن خالد الغندور بيأكد ان ما فيش نادي بيختر نادي اخر انه هو هيتعاقد مع اللاعب ده طالما هو في الفترة اللي تسمح بان النادي يتفوض معاه طيب نشوف الفيديو ده عشان نقدر نعقب قال لي طالباتك جايه اطوله طالباتين ان همدي وهمشي اتكلم جد عشان تحسيت ان كرابتك رجعت لك بالزبط هو بص الكابتن عادلي موجودة ويقول لك اه فقال لي طب انت بعدت التلاث جوابات اطوله لأ اه فقام جايه متصل بالنادي وقال لهم ايه حضروا تلاث جوابات واحد لاتحاد الكرة بس ما هتعملوش على اللوجو بتاع النادي القلي تلاث جوابات عاديين ان انا اللي بعملهم باسمه هتيجي واحمضيهم وبعد كده هاخد انا جوابين ابعاثهم لنادي الزمالك والمطقة وهم هيبعاثوا بالفاكس ايه لاتحاد الكرة تمام لان قال لك الكلام ده كان يوم كميس عملوا تلاث جوابات وكاتبو لك كم بقى في العقد فلوس انت كنت عايز 35 من الزمالك ما طلبتش فلوس بقى انت رايح قال شلوس عملو لك كم رايح مهدر قرامتك عملو لك كم هما اه ادوني زي اي لعيف ندلة في السنة دي بس انا اخدت فلوسي تاني سنة مش اول سنة اه لان اول سنة رجل عمال ده ادك فلوس صراحة ولا جنيه ولا جنيه ادك شقة لا 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 ما لقى ايه الافلام لك بتقالي هو كان بيدفع لي قصة العربية لقعد لتلات سنين وبعد كده ما بقاش يدفع تاني عربية اه جاب لك عربية انا اللي جبت العربية ودفعت المقدمة بتاعتها وكان بيدفع لي القصة لمدة تلات سنين عارفة كابتن خالد كنت المفروض لما حضرتك تتكلم عن ان ما فيش نادي اكتر نادي كنت تقول لا انا كنت حاضر وقعة وكنت انا اللي قدرت الحوار بنفسي ان النادي الاهلي عمل شيء راقي جدا في ازاي اكتر نادي الزمالك بالتعاقد مع رضا عبدالعال او التفاوض معاه وازاي مشى بشكل محترف وازاي النادي الاهلي قدم درس لان فعلا فيه نادي ممكن يخطر النادي لاخر وكمان كابتن رضا عبدالعال فيه في كلامه تفاصيل كتير جدا قد ايه النادي الاهلي بشكل محترف مع غراش اللعب بالمال لانه هو كان بيتكلم بشكل واضح انا تعرض علي زي اقل لعب في النادي الاهلي بالضبط يا فارس اعتقد نقطة واضحة جدا في تصريحات الكابتن رضا عبدالعال وبيؤكد ان فعلا النادي الاهلي مش بيتم اغراء اي لعب بمقابل مادة اعلى انت قون انك تبقى في النادي الاهلي فده في حد ذاته بيصنع تاريخ ومجد ليك ما اعتقدش النادي الاهلي محتاج انه يزيد على اي نادي فيه دخل اي لعب وكمان الساستن بتاع النادي الاهلي في التعامل مع اللاعبي واضح جدا لكن الكابتن رضا عبدالعال قال حاجة كمان لما كابتن خالغ اندور سأله عن موقفه من موقف نادي الزمالك من الجوابات اللي راح تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني عرف بقى الزمالك ان انت وديت الجوابات اه ايه اللي حصل مارديش يستموه ميلا مارداش اللي هو عبا عزيز امين كان ساعته وامدر النادي ليه والناحية التانية في المنطقة كان جلال محمود الله الرحمن مارداش في سلمة برضو برضو مارداش في سلمة وتعامل محضر هنا في الجيزة وتعامل محضر في ان هما مش ردين استلموا جوابات في اللي هي بتاعة الزمالك دي نقطة الزمالك اه ان هما مش رديني عشان تأمل نفسك بقى اه واخده لك وبس واتخد نص حد يكلمك بقى اول ما شافت جوابات الدنيا اتقلمت بقى ايه بقى الدنيا اتقلمت في النادي الزمالك والكسر والكلام ده وكل ده لما انا مضيت والنادي الاهلي قالوا لي في اي وقت لو نادي الزمالك محتاجك ورأك معاك فعلا اكسم بالله دي حياتي تقال اعتقد قسم بالله الكابتن رضا عبد العال لو هو النادي الزمالك محتاجك ورأك معاك ما كانش فيه ضغط على كابتن رضا عبعال الرواية مع كابتن رضا عبعال وكابتن خالغ ندور معروضة تماما احنا بس عشان وقت الحلقة كنا بنقتصر هو اللي راح للنادي الاهلي هو اللي طلب الانضمام للنادي الاهلي النادي الاهلي مشى في الطرق القانونية وبعد ثلاث خطبات موقف نادي الزمالك انه رفض يستلمهم اعتقد لو الموقف معنا قالوا انه نستلم الخطبات دي لكن نادي الزمالك رفض يستلمهم كمان النادي الأهلي لم يغرر اللاعب بأي مبالغ مالية النادي الأهلي عامل اللاعب اللي هو نجمي نادي الزمالك زي أي لعب في النادي الأهلي وده مش بس آخر 25 سنة ده تاريخي النادي الأهلي كابتن حسن شحقته كان بيطالب النادي الأهلي إن يتم زيادة عقده ويتم توفير شقة له في بداية السبعينيات ولكن النادي الأهلي رفضه كابتن صالح سليم برغم أعجابه الشديد بكابتن حسن شحقته كان موقفه أن أنت لعب زي أي لعب في النادي الأهلي دي رسالة لأي لعب عايز ينضم للنادي الأهلي أنت لعب زي أي لعب في النادي الأهلي لأن لعبت النادي الأهلي كلها نجوم وفي النهاية النجم الأول هو النادي الأهلي كمان ورقك معاك لو محتاج ترجع لنادي الزمالك في أي وقت هتاخده دي قاعدة من زمان أوي موجودة ولكن بنأكد عليها كمان أي من حفني لما وقع مع الكابتن عادل القيعي قال له يا كابتن عادلي لو رحت نادي الزمالك تم شكوة اتنين لعبة في النادي الاهلي لكنهم كانوا موجودين في نادي الزمالك وقعوا النادي الزمالك ونادي الاهلي وتم اقافهم ولكن النادي الاهلي تحت عهد او في العهد البشمهندس محمود طهر اللي ما كانش وقتها البشمهندس عادل القيع موجود في موقع المسؤولية التزم بكلمة البشمهندس عادل القيع مع اللعب وعدم شكوة اللعب واللعب لم يتم اقافه يوم واحد لان النادي الاهلي كلمته واحدة اعتقد مواقف واضحة جدا يا فارس ومواقف رضا عبدالعال تحديدا كان واضح للص موقف واضح والجميل يا أحمد زي ما اتكلمنا أن الرمونتادة النهاردة كانت على لسانهم أن أنت تصدر للنادي الأهلي أزمة فتكتشف أن أنت صنعت لنفسك أزمة هنفضل دايما بنرد بمبادئ وبقيم النادي الأهلي وزي ما قال كابتن محمود الخطيب لما يبقى حد بيحاول أن نفشل أكتر ما هو ينجح إحنا هنساعده على فشله ده بأن فكرة كلامك هو اللي هيثبت أن أنت صعب جدا تحقق نجاحك طول ما أنت مستغرق في المؤامرات ومستغرق في تصدير الأزمات للنادي الأهلي هتفضل بطولات النادي الأهلي خط أحمر صعب تجاوزها وحيفضل النادي الأهلي فهين جمهوره خط أحمر صعب المسازبي نشوفكم في حلقة جديدة